اكدت سعادة السيدة روان بن نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب اكدت ان الوزارة تسعى على الدوام لتسريع وطيرة العمل الشبابي مع الدول الشقيقة والصديقة وذلك عبر السفارات الدول المعتمدة لدى مملكة البحرين بهدف اطلاق مبادرات شبابية مشتركة تساهم في تطوير قدرات الشباب البحريني والبحث عن الفرص المثالية لتدريبهم واكسابهم مهارات نوعية ترتقي بمشروعاتهم وطموحاتهم وافكارهم واطلاعهم على التجارب الدولية الناجحة في المجال الشبابي جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته سعادة وزيرة شؤون الشباب مع عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلين عن السفارات المعتمدة لدى مملكة البحرين حيث وشادت بالتعاون الشبابي المثمر مع مختلف دول العالم والذي اسفر عن تنظيم برامج متميزة تجاه الشباب وخلال اللقاء قدمت سعادة الوزيرة لمحات عن البرامج والفعاليات الشبابية التي ستقدمها الوزارة خلال الفترة المقبلة كما عرضت نماذج لتعاون وزارة شؤون الشباب مع بعض السفارات في تنفيذ البرامج الشبابية كما بيّنت الفرص المتاحة أمام السفارات للدخول في شراكة مع الوزارة لتصميم برامج ومبادرات شبابية مشتركة وفي ختم اللقاء أعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن تقديرها للتفاعل الإيجابي من قبل السفارات مؤكدة أن هذا التعاون يؤسس لشراكات مستقبلية لخدمة القطاع الشبابي ويفتح الباب أمام بقية السفارات لتعزيز علاقاتها الشبابية مع الوزارة